The opposite figure show an experiment carried out in the room temperature. Which of the following substances can be detected in water after 45 minutes. هنا ستار شو بروتين. سيمبل شوك. بروتين ديجيستف انزام بيتش ايد. بيرميابول موليكول فور سمول موليكولز اون. بيعد منها سمول موليكولز. إيه اللي هلاقيه في الووتر هنا؟ هلاقيه طبعا أمانو الأسد وسيمبل شوك. لأن هنا في بروتين ديجيستف انزام. هتكسر البروتين انتو أمانو الأسد. الاختريت زا افكت او بي اتش. اون زا ريت اوف ديجيستف انزام. اكتفتي. وهنا بيشتغل فين هنا؟ نمنزل ننزل ننزل. وسط اسيدك. يبقى اكيد في الاستومك. السمك بيبقى فيها عندي. بيتحول البروتين لبولي بيبتايد. هتبقى بيه بروتين انتو بولي بيبتايد. سبستريت المادة اللي هشتغل عليها البرودكت بولي بيبتايد. سبستريت المادة اللي بيبتايد. سبستريت المادة اللي بيبتايد. سكروز. طيب. بيضة الانزيم. يبقى بيضة السكريز. هتبقى لاجابة سي. السكروز موليكيول. اللي هو ايه؟ مادة اللي هشتغل عليه. بي الانزيم طالع زي ما هو. يبقى ده الانزيم. سكريز انزيم. وسي هتبقى الجولوكوز. احنا عارفين ان السكروز عبارة عن جولوكوز وفركتوز. هتبقى البايل جوس والمالتيس. ملهمش على قبل. لكن بيبسين و تربسين بيشتغلوا زي بعض. تيالين والبانكرياتيك اماليز. لكن دي ملهمش على قبل. بي واحد منهم مش بيهدم نفس النوع في الكارباريبيات. نمشي واحد واحد. المالتيس ده بيهضم دايساكرايد. السكريز دايساكرايد. اللاكتيس داي اماليز. لانه بيهضم ايه؟ بوليساكرايد زي الستارش وغلاكر. بيحولوا المالتيس. وتشوف زفولونج انزيمز. مين بيساعده في الهضم بتاع الملك؟ طب الملك ده عنده مكونين. مكون بروتين. ومكون شجر. الشجر بتاع الملك هو اللاكتوز. طيب. يبقى نمشي كده. اكيد احنا نختار حاجة فيها لاكتيس. يبقى اول واحدة مش اختار. طيب. هل القميليز هي مفاش استرش. طيب هنا بليبسين والتريبسين. وبيبتيديز والاكتيس. طبعا. مالتيز ما لهاش داع. يبقى بيبسين والتريبسين. بيبتيديز. يحاولون البيبتيديز. يحاولون الامين الاسد. والاكتيس هيهدم اللاكتوز. انتو جلوكوز وجالاكتوز. ناخد الاب. هاو ميني فولانتري اسفينيكتر مسل. الفولانتري هما اتنين. اللي حوالين الانس. which is the following food substance. takes a different route. مين بتاخد البطر. لانه دي بتاخد. احنا قلنا فيه بلاد روت. بتاخد الطريق الامفاتيك. if the lactial vessels are blocked. اتقفل. which of the following neutrons will not enter. الفيتس. عشان اللاكتوز بيعدي فيها الفيتس. which of the following enzymes. will not produce substance. مين مش هيديني مواد. تمتص بالبطر. وكان يزد اكتيفيتو. منشط بس. why is the absorption of some products of the digestion بلايد كولد اكتف ترانسلوت. ليه بنسلم الحاجات اكتف. احنا عارفين يعني اكتف ترانسلوت. يعني محتاج انرجي. حشان الconversion of large. لا طبعا. هيدروليسس ديبندو. لا مالهاج دعوة. active لان required amount of energy. تبقى الاجابة c. دي غلط. which of the following process by which? المادة المنتصة بقت جزء من الجسم الانابوليزم البنائي. من الكاتابوليزم ده انا باخد energy. لكن الانابوليزم يعني المادة بتبقى جزء من الجسم اما بكاون بها كروتيني اما بحطها فصورة فاتس under the skin. يبقى الانابوليزم. which of the following is considered a result of the occurrence of the digestion process of food bullies. ايه لي اكد لي ان حصل digestion. لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا. لا. مدام الجسم استفاد منها يبقى اذا حصل الله digestion اتقصرت لحاجات المادة. فيتامين بي ده انا عارفين فيتامين بي ده يبقى السوبريول فينا كابة لان دي طريق الليمفاتيك طريق الفاتس. the action of each of is required. فيتامين اي و دي و كي دي soluble in lipids. او فاتس. يبقى انزايم من بايل ان بانكرياتيك جوز. لان البايل هيحول الفاتس والبانكرياتيك جوز في اللايبيز هيحول الامالسفايد فاتس انتو فاتي أسد اند كنسر